بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج جيل تريند حلقة بالتأكيد النهاردة هتكون مهمة جدا لنحن نخلص دخلينا على المناطف الأخير وأيام قليلة جدا على مباراة مصر والسنغال في التصفيات الإفراقية المؤهلة لكأس العالم مرحلة الدور الفاصل والدور الحاسم لحلم الشعب المصري التأهل إلى منديالا قطر الدوحة 2022 حالة النهاردة يكون فيها كواليس وتفاصيل وكلام مهم جدا بخصوص استعداد المنتخب للمرحلة اللي جاية وكمان هنلقي الدوء على كيف يستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني اللي ان شاء الله معادها هيتحدد خلال الساعات القليلة القادمة إما 1 أو 2 إبريل كمان هنتكلم عن أخبار الأهلي وكواليس الأهلي في الفترة القادمة والجديد والمستجدات داخل القلعة الحمراء قبل العودة من الأجندة الدولية والاستعداد للمرحلة اللي جاية مرحلة صعبة جدا ومهمة جدا مباراة الهلال السوداني لا بديل عن أي نقاط إيجابية للتأهل ولسه ننتظر معاد قرع الدوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية اجتماع المكتب التنفيذي بكرة وآخر أخبار مسابقات الكرة الإفريقية في تفاصيل كتير جدا في حالة النهاردة عن تناولها سواء في الشأن المحلي الخاص بالنادي الأهلي والشأن الإفريقي أو حتى مباراة منتخبنا الوطن اللي بيستعد بكل جدية وقوة لمباراة السنغال هي المباراة الفاصلة والحاسمة إن شاء الله للتأهل إلى كأس العالم وبإذن الله إن شاء الله يكون حلم جديد للشعب المصري والتأهل للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية إلى كأس العالم طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايز النهاردة كل الناس تدخل وتشارك معنا في الإجابة على السؤال أفضل تشكيل منتخب مصر أمام السنغال المباراة الأولى لتتلعب في القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة كل واحد يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الخيرة أستعرض أكبر قد من أراء حضراتكم وتوقعاتكم لأفضل تشكيل يبدأ بيه كارلوس ساكيرش هذه المباراة أمام منتخب السنغال لكن بسرعة نروح لأهم العنوان في ترند الأهلي موسيماني يطلب تقريرا عن الهلال السوداني وفي الترند المحلي 64 ألف وربعمائة مشجع لمباراة مصر والسنغال وآخيرا صلاح جاهز لمواجهة السنغال موسيماني زي ما قلت لحضراتكم حاليا في التفاصيل متعلقة باستعداد الأهلي لمباراة الهلال السوداني عقب العودة من الراحة السلبية وكمان كلام مهم جدا عن حضور الجماهير وكيف يستعد قارلوس ساكيرش لمواجهة اليوسي سي على ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة الساعة تسعة ونص بحضور 64 ألف وربعمائة مشجع من جماهير القرى المصرية في مختلف محافظات مصر الكل هيكون موجود في استاد القاهرة الدولي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقر الترند الترند وأبرز الأخبار والكواليس في أولى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند نهاردة عندنا كذا موضوع مهم جدا وموضوعات فيها معلومات جديدة الناس هتسمحها لأول مرة سواء بالنسبة للنادي الأهل اللي هو داخل بالتأكيد على مرحلة مهمة جدا ندخل على مرحلة المباراة الأخيرة والحاسمة مع الهلال السوداني أحد أيام واحد أو اثنين إبريل والمحددة بشكل رسمي إلى الفريق الباقي من الفرق المتهلة للدور ربع النهائي في مسابق الدوري أبطال إفرقيا نادي الأهل كان خد أجازة يوم 18 مارس عقب مباراة المريخ السوداني وكان الجهاز الفن بقاتل بيتسو موسيماني منح الفريق أجازة حوالي 8 أيام إذن الفريق هيعود إن شاء الله للتدريبات يوم السبت القادم الموافق 26 مارس استعدادة لمواجهة الهلال السوداني كلنا عارفين من يوم 26 لغاية يوم 2 إبريل أو 1 بليه بنتكلم في حوالي 5 أيام على موعد هذه المباراة الهمة جدا ولكن أجندة الآلي خلال الفترة اللي جاية الناس كلها بتتكلم على معاد مباراة الهلال السوداني طب لو نتكلم عن باقي مباراة الفريق خلال شهر إبريل مباراة صعبة جدا وفي نفس الوقت ضغط مباراة ومباراة متتالية ما بين محلية أو إفريقية طب من بادر كده النهاردة نتكلم على اللي جاي زي ما تكلمنا كده عاقب العودة الفريق من كاس العاملاندية وقلنا الأجندة الفترة الجاية وضعها يبقى إزاي والحمد لله يمكن أول ناسكوا نتكلمنا في الجزئية دي وتقول نتكلم بعدها معدل زمني فارق زمني من كل مباراة الثانية 72 ساعة ضغط مباراة غير طبيعي محلي وإفريقي إلى أن الحمد لله الأهل حقق يعني ما يقرب من حوالي 99% من هذا المشوار بشكل نجح لا يتوقع إلا 1% أنه يتقطع مباراة الهلال السودان لأنه تصدر الدوري وفي نفس الوقت مباراة الهلال هتكون حاسمة في التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهاية طيب أجندة مباراة الأهل في شهر إبريل المقبل أولى المباراة أحد أيام 1 أو 2 إبريل الأهل يستضيف الهلال السوداني على ملعب الأهل والسلام هنا إن شاء الله في القاهرة دي المباراة الجولة الستة والأخيرة في دور أبطال إفريق ثم بعدها 4 أو 5 أيام يوم 6 إبريل ووقتها بقى نكون دخلنا في شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين مباراة الأهل والاتحاد السكندري يوم 6 إبريل ثم الأهل يسافر إلى برج العرف الأسكندرية لمواجهة المصري يوم 9 إبريل إن شاء الله الأهل يتخطى مرحلة الهلال السوداني ويتعهل إلى الدور ربع النهائي ذهابت دور ربع النهائي دور الثمانية أحد أيام 15 أو 16 إبريل والمباراة دي إن شاء الله هتكون في القاهرة لأن الأهل هيكون ساعتها في المركز التاني وأولى مباراةه هتكون في القاهرة أحد أيام 15 أو 16 إبريل طيب المباراة اللي بعدها والنهاردة وإحنا بنتكلم 22 مارس من بادرة هو عشان لما نتكلم في الجزية دي محدش وقت يطلع يقول لك لا إزاي ما ألعبش مباراة طيب إلهي لعنده مباراة مع أمبي يوم 19 إبريل في الدور العام اتحاد الكرة قال إيه بقى؟ نركز في الكلام اللي جاي ده تؤجل مباراة النادي المشارك في دور الثمانية لمطلات الأندية الإفريقية يعني المباراة دي هتتأجل وتقام خلال مؤجلات كأس مصر والدوري العام تؤجل هذه المباراة وتتلعب خلال فترة مؤجلات كأس مصر والدوري العام إذن إن شاء الله الأهل يتخطى مرحلة الهلال السوداني هيلعب مباراة الزهاب يوم 15 أو 16 إبريل في القاهرة عنده مباراة أمبي يوم 19 هتتأجل ضمكوا على الشاشة ده المنشور اللي كانت تحاد الكرة أو تحديدا ربطة الأندية المحترفة كانت أعلنت جدول المباراة وقالت أي نادي هيشارك في مرحلة دور الثمانية وعنده مباراة في التوقيت ده ما بين لقاء الزهاب والإياب هتتأجل وتتلعب مع مؤجلات كأس مصر أو مع مباراة الدوري العام مستقبلا فبالتالي الأمر واضح جدا من خلال المنشور اللي قدامكم على الشاشة وده اللي كان أعلنته ربطة الأندية وقت إعلان كل مباراة الدوري حتى الأسبوع الخامس عشر طيب بعد كده لقاء الإياب إياب دور الثمانية هتكون أحد أيام 22 أو 23 إبريل وهتكون المباراة دي خارج مصر بإذن الله وطبعا ده كله هتحدث بقى هتلاعب مين وهتواجه مين ده بناعة القرعة اللي هتتعامل عقب مباراة الجولة الستة والأخيرة وهي غالبا بالكتير أولا هتكون بعد 48 ساعة من ختام مباراة الجولة الستة سواء في دور الأبطال أو الكنفدرية بعد 3 إبريل طيب الأهلة عنده مباراة مع طلاق الجيش يوم 27 إبريل ثم يختتم مباراة شهر إبريل بمواجهة سيراميكا كيليو باطرة يوم 30 إبريل مواجهات قوية جدا وبنتكلم على 3 مباراة إفريقية إن شاء الله وحوالي 4 مباراة محلية وإن شاء الله الأهلة يكمل في صدارة الدورة إحنا كان مهم جدا وإحنا بنقرب من ختام شهر مارس نتكلم عن أجندة الأهلة في شهر إبريل وإنتم متوقعين مننا ودائما متعودين مننا إن إحنا كل فترة بنعرفكم اللي جاي بالنسبة للأهلة إزاي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريق طيب خدوا بالكم لسه لغاية للوحدي لغاية للحظة دي ما تحددش معاد مباراة الأهلة والهلال السوداني هتتلعب إمتى من النهاردة بنتكلم في 22 مارس يعني بالزبط بقي حوالي 10 أيام خلال 48 ساعة بحد أقصى هيتحدد الموعد والتوقيت والمكان والزمن كل شيء هيتحدد بخصوص الجولة الستة واخدوا بالكم في نقطة مهمة جدا سبع عنديا اتحدد بشكل رسمي يعني خلاص تأهله إلى مرحلة الدور ربع النهائي ومجموعة الأهل تحديدا اتعرف إن ساندونز هو المتصدر ففكرة إن الجولة الأخيرة تتلعب في توقيت واحد بالنسبة لمجموعة الأهل لغاية اللحظة دي مش مؤكدة خاصة إن المباراة تتلعب بنسبة كبيرة في شهر رمضان يوم 2 إبريل فممكن تتلعب في الفترة المسائية حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت القيرة كل ده يتحدد خلال 48 ساعة اللي جاي طيب عندي كمان موضوعين تانين بعد الموضوع بتاع أجندة الأهلي لكن الموضوع الأبرز والأهم عايز أتكلم على فكرة إصابة بيرسي تاو حتى الأسبوع اللي فات كان معانس منا فروس صلاح من ملعب التتش بالجزيرة وقال كل التفاصيل والكلام اللي تقال والمصادر الرسمية جوا نادي الأهلي اللي صراحت بالتفاصيل دي الحمد لله شفنا مباراة الأهلي أمام المريخ اللاعب بيبدأ من التشكيلة الأساسية وأحرز هدف له لأصابة الكادمة في الرجبة اللي يمكن أكبرت الجهاز الفني على استبداله ما بين الشوطين ولكن انباراة خرج علينا هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا والناس لو ركزت في الديق أو نص أو الدقتين اللي تكلم فيهم هوجو بروس على قواعد استدعاء اللاعبين وضم مين وما ضمش مين وضمكوا على الشاشة هي ممكن دي لقطات حصرية من خلال إحدى المواقع الجنوب إفريقية اللي كانت حضرة للمؤتمر الصحفي ويمكن الديق أو نص دي اللي يكلم فيها هوجو بروس عن بيرسي تاو هوجو بروس قال إيا جماعة تحديدا عشان الأسف البعض نقل التصريحات بشكل خاطئ والكل راح لتفاصيل الرجل ما قالهاش بالمعنى اللي الناس نقلتها بيا قال في مشكلة كبيرة ماذا أستطيع أن أقول بيرسي فعليا بقاله 8 شهور يعاني من إصابة بيلعب مصاب ويعاني من زمتقاله للأهل منذ يونيو الماضي ما لعبش كتير ما لعبش حتى معانا جيم قوي في مباراة تغانا اللي هي كتلفاصلة أو المؤهلة لكأس العالم وقال ثم بدأ يلعب مع الأهل لعب ثم أصيب ثم لعب تاني هو قال من وجهة نظره أن بيرسي تاو محتاج 6 شهور تدريبات فقط ما لعبش مباريات عشان يستعيد الفورمة البدنية ما قالش أنه عنده إصابة حاليا محتاج راحة 6 شهور عشان يرجع في فرق كبير جدا في المعنائين يا جماعة بغض النظر عن هوجو بروس عايز يقول إيه بخصوص بيرسي تاو لكن الجزء دي تحديدا عايز أشرحها الراجل ما قالش أن بيرسي تاو مصاب وإصابته دي تخليه يغيب 6 شهور لا قال أنه هو بدنيا محتاج يريح 6 شهور ويتعمله برنامج بدني عشان يرجع بعد 6 شهور جاهز بشكل قوي يبقى بالتالي هو ما قالش أن بيرسي تاو مصاب ومحتاج راحة 6 شهور أو تدريب 6 شهور عشان يرجع لا هو ما قالش أنه مصاب قال هو بتعرض لإصابات كتيرة لكن هو نسي أنه لما كان مع منتخب جنوب إفريقيا بيلعب في التصفيات المؤهلة لكاس العالم تعرض في إصابة كبيرة جدا في مباراته اللي اتلعبت في أسيوبيا وللأسف الجهاز الفن بقيادة هوجو بروس وقتها يمكن إدى اللاعب هنا واللاعب لعب وهو كان عنده إصابة وساعتها لما رجع للنادي الأهلي من أسيوبيا بعد مبارات جنوب إفريقيا في آخر مبارات تصفيات كاس العالم رجع مصاب وقعد حوالي شهر ونص شهرين ما بيلعبش مع النادي الأهلي فبالتالي هو جو بروس لما بيتكلم على بيرستا وهو حزين أن اللعب مش معاه وهو حزين أنه دايما بيعتمد على اللاعبين المحترفين ومعظم اللاعبين المحترفين ما بيلقهمش وقت المبارات الحاسمة وهو شايف أنه عنده أجندة في الفترة اللي جاي يلعب فيها مبارات ودية سواء مع غينيا أو حتى مع إنجلترا فبالتالي اللاعب مش موجودة معاه الناس كمان سألته على تيمبا زواني ليه ما خدتش تيمبا زواني طب طالما بيرستا ومصاب اتكلم على لعابة سانداونز وعلى أورلاندو بايرتس وقال إن ضغط المبارات والحمل البدل العالي مش مخليهم فيها تم الجاهزية عشان أضمهم بالتالي هو عنده أزمة في مشاكل أو مشاكل معينة في ضم عدد من اللاعب بيرستا وتيمبا زواني عدد من لعاب أورلاندو بايرتس وسانداونز فبالتالي تصرحاتهم بارح اللي نقلتها كل وسائل علامة المصرية نقلتها بشكل خاطئ هو الراجل مش بيتكلم على إصابة لبيرستاو هو من جواح حزين إن مش معاه بيرستاو وفي نفس الوقت وجه سهام النقد للعب اللي بالمناسبة لما سألنا مبرح عدد من المصادر في الآله على هذا الكلام قال الكلام ده غير صحيح أولا بيرستاو مش مصاب إصابة تخليه يجيب ستة شهور ده أولا سانيا هو مش محتاج برنامج ستة شهور عشان يرجع للمبارات ده اللعاب اللي بيبقى عنده صابة روباط صليبي عشان يرجع ما بياخدش ستة شهور ممكن شهر ونص شهرين برنامج تهيلي مع مباراته الدي عشان يرجع طيب بيرستاو جاهز لمطش الهلال السوداني بيرستاو جاهز للنزول في المراني الجماعي يوم 28 مارس عقب العودة الفريق من الراحة السلبية لعب يوم 18 تعرض للكدمة في الرجبة الإصابة دي يعني التشخيص والإشعة الأجراها محتاج راحة حوالي عشر أيام وبالتالي يعود للتدريبات الجماعية يوم 28 مارس ويكون جاهز لمطش الهلال السوداني ايه الفكرة من تصرحات هوجو بروس هوجو بروس عنده أزمة في استدعاء اللاعبين امبارح وجه سهام النغض بيرستاو والعدد من اللاعبين سواء في سانداونز أو حتى في أورلاندو بايرس لكن عشان بيرستاو بيلعب في الأهلي فوسائل العام المصرية خادت الكلام ده بشكل سلبي ونقلته عنين بيرستاو عنده إصابة ومحتاج ستة شهور راح عشان يرجع لي المران الجماعة والتدريبات في أتم الجهزية خلال الفترة اللي جاية ايزا الناس محتاجة بس تسمع وتقرأ وتشوف اللي بيتقال بره صح عشان لما تنقل تترجم ده للناس بشكل سليم ما تترجمش وجهة نظرها الشخصية أو حتى أمنيتها الشخصية بخصوص إصابة بيرستاو للبعض طبعا كلنا شفنا الفترة الأخيرة لما اجتهد أو لما فابرت خبر إصابة بيرستاو كلنا شفنا الحقيقة اللاعب سليم ولعب وأحرز هدف ولما خرج للإصابة مش نفس الإصابة الناس كتب تتكلم عليها وقالوا ماز وكلكوا عارفين الكلام اللي تقالوا وقتها كدمة ويرجع للمران الجماعة يوم 28 مارس ويكون جاهز إن شاء الله لمباراة الهلال السودان طيب ده الموضوع اللي يتعلق بيرستاو طيب اجتماع المكتب التنفيذي بكرة فيه اجتماع مهم جدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عشان يحدد عدد من الأمور الخاصة بمسابقات الأندية الإفريقية وأيضا مسابقات المنتخبات الفترة اللي جاية طبعا كل الجمهور في كل مكان جمهور الأهلي كل اللي يهمه يعرف موقف الأهلي في المباراة الإفريقية والبطولة الإفريقية الفترة اللي جاية أبرز شيء هيتناقش بكرة حاجتين طبعا جدول الأعمال يمكن أنا قدامي جدول الأعمال تبتتكلموا عن ما يقرب من حوالي 7-8 بنود المكتب التنفيذي عناقشها بكرة بعض الضهر في اجتماع الفيجي كونفرنس الباترس متسبي مع باقي أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن ايه أبرز النقاط اللي تهم جمهور الأهلي في المرحلة اللي جاية كلنا عارفين أن السوبر الإفريقي خلال الأربع سنوات اللي فاتت اتنظم فيه الضوحة كان فيه سنة تجربية والثلاث سنوات اللاحقة للسنة التجربية كان من خلال عقد مع الاتحاد الإفريقي ثلاث سنين خلصوا ثلاث سنين فاز فيهم الزمالك على الترجي والأهلي فاز فيهم فيه مرتين متتاليتين وفاز بالسوبر آخر سنتين متتاليتين طيب فاز على نهضة بركان وفاز على الرجاء المغربي طيب النسخ اللي جاية السوبر الإفريقي هيتلاعب فين ده هيتناقش بك فيه بعض العروض اللي تم تقديمها للاتحاد الإفريقي للاستضافة السوبر الإفريقي وفي نفس الوقت فيه اتجاه تاني نرجع لللايحة الأزيم وتتلاعب في ملعب فريق دوري الأبطال كل ده هيتناقش بك طيب الجزية التانية مكان نهائي دوري أبطال إفريقي أو الكأس الكونفيدرالية إن مكان فين لغاية اللحظة دي الناس مش عارفة المباراة النهائية هيتتلاعب أحد أيام أو في خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الماتش الفاني هيتلاعب فين سواء في دور الأبطال أو كأس الكونفيدرالية بقر الملف ده أو البند ده تحديدا هيكون على طولة الاجتماع ومن أبرز الأمور والبنود اللي هيتموا منقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي طيب المعلومات اللي عندي بخصوص هذا الشأن الجديد فيه مسألة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقي عندنا لغاية دلوقتي فيه خمس دول اتقدمت بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية والكلام ده ممكن الناس لأول مرة تسمعوا السنغال قدمت لاستضافة هذا الحدث على الملعب الجديد عبدالله وعد الملعب اسم الرئيس السابق فيه السنغال والملعب ده اللي هيستضيف مباراة السنغال ومصر إن شاء الله يوم 29 مارس ملعب عبدالله ويد يمكن ده الملعب اللي طلبوا يستضيفوا عليه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية طيب مين تاني طلب فيه كلام على أن نيجيريا تقدمت بطلب جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وأيضا المغرب ومصر تقدمت بطلب لاستضافة النهائيين سواء دوري الأبطال أو حتى كأس الكونفيدرالية بكرة الأربع، الضهر، هيتمه منقشة هذا الموضوع وفي اتجاه، اتجاه، لسه مش قرار رسمي لأ، بلاش نلعب مباراة في أرض محيدة أو مباراة واحدة نرجع على النظام القديم ونلعب النهاء اللي جاي، ذهاب وعودة كلام ده ممكن تسمعه لأول مرة لكن ده اللي هيتناقش بكرة في اجتماع المكتب التنفيذي ياما يتحدد المكان بشكل مباشر ويتحدد التوقيت بشكل رسمي ياما يتم إرجاء الموضوع إذا كان الاتجاه الأقرب إن المباراة تتلاقي بزهاب وعودة من خلال القرعة اللي هيتم اعتمادها عشان تتنظم عقب يوم 3 إبريل لتحديد فرق الدور الثمانية في دور الأبطال والكأس الكونفيدر اللي هو وساعة هتبقى القرعة على فكرة الدور الثمانية والدور النصف النهائي والمباراة النهائية من ضمن الكلام اللي هيتناقش بكرة مثلا يعني مدى جاهزية مصر استضافة بطولة الشباب تحت 20 سنة في 20-23 استضافة الجزائر لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 20-23 السنة الجاية بقى دورة أبطال إفريقيا والكأس الكونفيدرالية الموعد الرسمية ليها خلال الفترة اللي جاية وده معناه إن السوبر ليج مش هيتلعب في 20-23 ولسه يبقى 20-24 وده كان الاقتراح اللي يتقدم يا 20-22 يا 23 يا 24 فكل ده لسه يتناشي الفترة اللي جاية كمان مدى جاهزية كودفوار لستضافة كأس الأمم وآخر تقرير عن لجنة التفتيش اللي ظهرت كودفوار خلال الفترة الأخيرة فيه أكثر من جدوى الأعمال أو بند في جدوى الأعمال هيتناشي بكرة عشان نعرف كل التفاصيل لكن بالتأكيد أبرزها دورة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية والسوبر الإفريقي هيتنظموا فين وهيتلعبوا إمتى وتاريخ التحديد بالزبط من يوم 22-29 مايو المعاد الرسمي طيب دي جزئية الثالثة آخر حاجة قبل ما أطلع الفاصل وبيننا خلاص داخلين على مباراة مهمة جدا مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم النهاردة الفيفا من خلال موقعه الرسمي أعلن على الشروط الخاصة بسحب قرعة كأس العالم 22-22 أول من الواحد شاف الخبر كده على موقع الفيفا جسمك أشعر خلاص بقى أنت داخل على مباراة حسيمة وحلم الشعب المصري وسحب قرعة كأس العالم والبطولة هتتلاقي في الدوحة يعني دولة عربية والعدد الجالية المصرية في الدوحة يمكن أكبر من أي جالية عربية أخرى أو حتى جالية أجنبية فلما يبقى كأس العالم في الدوحة ولقدر الله من غير منتخب مصر يتبقى صعبة جدا سواء علينا أو حتى على الجالية المصرية اللي هتكون مقيمة في الدوحة خلال هذه الفترة لكن يا رب بإذن الله منتخبنا يكون على قدر المسئولية وإن شاء الله يكون التأهل من نصبنا للعبة في مونديال الدوحة طيب يعني النهاردة الفيفا أعلم أن معاهة سحب القرعة هيكون 1 إبريل الساعة 7 بتوقيت المحلي بتوقيت الدوحة يعني 6 بتوقيت القاهرة هيتضح موقف 29 منتخب من أصل 32 منتخب خلال الأيام القليلة القادمة يعني قبل إعلان تصنيف الفيفا يوم 31 مارس هنبقى عارفين في 29 منتخب تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم في الدوحة هيتم توزيع 28 منتخب متأهل منهم وفقا لمبدأ رياضي معتمد كلنا عارفين على التصنيف وهيتم توزيعهم من خلال الأوعية من 1 إلى 4 بناء على التصنيف اللي هيصدر يوم 31 مارس طيب منتخب قطر بالتأكيد هو الدولة المنظمة هيكون فيه الوعاء الأول تصنيف A1 بصفة طبعا الدولة المستضيفة وهينضم بعد كده ليه أفضل 7 فرق في التصنيف المتتالي وفقا للتصنيف العالمي من أول الوعاء التاني حتى الوعاء التامي كلنا عارفين أن نكاس العالم هيبقى من خلال تمع المجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات طيب بعد كده حانا خلاص صنفنا أو حطينا الأوائل السبعة على رأس المجموعات بما فيه منتخب قطر زائد السبع المنتخبات التانية طيب الوعاء التاني من 8 إلى 15 ودي الفرق اللي بتحتل بقى التصنيف الأقل عن التصنيف الأوائل ثم الوعاء التالت من 16 إلى 23 ثم الوعاء الرابع من 24 إلى 28 بالإضافة إلى المنتخبين اللي يتأهل من مواجهة القراطين الحاسمتين لسه فيه المواجهة الحاسمة ما بين قرة أسيا مع أمريكا الجنوبية اللي هو نصف المقعد اللي بتحدد في هذه التصفيات ولسه فيه نصف مقعد آخر ما بين تصفيات الكونكا كاف مع الأوكيانوسا وده هيتحدد خلال الفترة اللي جاية مع الملحة الأوروبي اللي هيتلاقب أيضاً للمشاركة في كأس العالم 2022 كمان فيه نقطة مهمة جداً فيه توزيع التصنيف ما فيش أي منتخبين من نفس القرى بتحط في مجموعة واحدة فيما عدا قرد أوروبا يعني مش هتلاقي في التوزيع بتاعت القرعة منتخبين من إفريقيا في مجموعة واحدة لا هتلاقي المنتخبات بتتوزع بتوزيع جغرافي بالإضافة إلى التصنيف ما عدا قرد أوروبا فقط لأن أوروبا كنا عارفين ممثلة ب13 منتخب فبالتالي هيتنافس في خمس مجموعات منتخبين أوروبيين مع بعض في نفس المجموعة يا رب بإذن الله يكون المنتخب موجود في قرعة الدوحة يوم واحد إبريل ونفرح كلنا إن شاء الله يوم 29 مارس الساعة 9 بتوقيت القاهرة عقب نهاية المباراة في دقار وإن شاء الله منتخب مصر بقيادة كارلوس ساكيروش وكتيبة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح تكون موجودة في الدوحة عشان تسعد الجلال المصرية والعربية لأن كاس العالم في دولة عربية بدون مصر يبقى صعب على الجميع أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونلقى الدوء على تريند الأهلي وأبرز الكلام اللي مكتوب من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند الأهلي تريند الأهلي النهاردة فيه كذا نقطة وكذا موضوع السوشيال ميديا بتتكلم عليهم وفي نفس الوقت الصفحات المواقع الرياضية من خلال صفحات السوشيال ميديا ألقت الدوء عليها أول حاجة معي حساب رياضة بوابة الأهرام من خلال الأكاونت الرسمي على تويتر نشره أن موسماني بيطلب من محللي أداء الأهلي تقريرا مفصلا عن الهلال السوداني زي ما قلت الأهلي لعب آخر مباراة على المريخ يوم 18 مارس أجازة 8 أيام يرجع يوم 26 لو عيوافق إن شاء الله السبت اللي جاي هيكون عنده مساحة حوالي أسبوع كامل للتحضير لمواجهة الهلال السوداني اللي هتتلاقي بأحد أيام 1 أو 2 إبريل وإن كان المعاد الأقرب هيكون يوم 2 إبريل الموافق بإذن الله أول يوم رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين ومحلل الأداء بالتأكيد هيكون عندهم بعض اللقطات والسكاوتينج لتحليل أداء فريل الهلال خلال 5 مباراة الأخيرة وكان اللفعون أداء يعني كان اللفعون محلل أداء الأهلي لأن فريل الهلال السوداني من الفرق اللي الإقاع والرتم الفريق في المباراة الأخيرة مختلف مرة يعمل مباراة كبيرة ويكسبوا المريخ بعدها على أرضهم يخسروا من سانداونز 4 أو 2 فبالتالي هيكون في تباين في مستوى فريل الهلال وده بالتأكيد عينعكس على الرؤية الفنية للتحضير لمواجهة الهلال في الجولة الحاسمة والأخيرة اللي الأهلي محتاج فيها نقطة على الأقل للتأهل إلى الدور ربع النهاية لكن الهلال السوداني ما عندوش أي خيار آخر سواء الفوز على الأهلي ولو بهدف مقابل لشيء وإن شاء الله ده مش هيحصل والأهلي يتأهل الدور ربع النهاية كورا بلاس بيتكلموا على عاجل حقيقة عروض أفشة للرحيل عن الأهلي الغريب بالنسبة لي أن عمري ما قاريت أن فيه عرض جاي الأفشة وأن فيه عروض بتتناقش بخصوص أفشة أفشة أساساً الموضوع ده من نسبة له محسوم هو مكمل مع النادي الأهلي لكن كنت دايماً تسمع عروض لحسيني الشحات طاهر ديانج عدد من اللعيبة يمكن لقوا الخريطة تغيرت شوية وقالك أن خلاص اللعيبة دي كلها تم نفي أن فيه عروض لها فالنهارده كورا بلاس بيتكلم أن فيه مصدر قال لهم أن فيه يعني عروض لأفشة ولكنها ليست عروض رسمية خاصة أن احنا في التوقيت الحالي مش في فترة انتقالات وأضاف أن أفشة ده المصدر اللي قال لكورا بلاس أفشة من أحد أبرز اللاعبين في الأهلي لكن بعض الأنديا ممكن تستفسر عن إمكانية انتقال أفشة ليهم خلال الفترة اللي جاء لكن عروض رسمية ما فيش طب طالما ما فيش عروض رسمية إيه الفكرة من الخبر نفسه مش عارف يعني الخبر أهميته وتوقيته لما يكون توقيت فترة انتقالات ولما يكون عندك فاكس رسمي لا في فاكس رسمي ولا في فترة الانتقالات طب نكتب خبر عن حية عروض أفشة بقى الهدف منه فكرة أن احنا دايما نحط سبوت على بعض لعيب الأهلي عندهم عروض أو لقدر الله فيه إصابات أهو إصابة بيرستاو والكلام على بيرستاو والكلام كله الفترة الأخيرة عن موضوع إصابة بيرستاو اليوم السابع قلقت ضوء على مدى جاهزية بيرستاو خلال الفترة اللي جاية وده الكلام اللي قلتوا من شوية أن مصدر في الأهلي اليوم السابع قال أن عشر تيام تفصل بيرستاو عن المشاركة في تدريبات الأهلي كان اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الرجبة خلال مباراة المريخ السوداني لكن في برنامج تأهيل وعلاج لي خلال الفترة الحالية عشان يكون جاهز عقب العودة من الأجازة والفريق يكون جاهز ويكون معه بيرستاو قبل مباراة الهلال السوداني طبعا الكلام ده بيأكد اللي احنا قلناه وبيعكس دماما كل الكلام اللي قاله هوكو بروس المدير الفني المنتخب جنوب إفريقيا كان كلام غير منطقي وغير موضوعي وكلنا شفناه أنه بيحمل انتقاد وهجوم على بيرستاو عشان ما نضمش لمنتخب جنوب إفريقيا وبالمناسبة نفس الانتقاد ده وجهه للعاب سانداونز وللعاب أورلانتو بايرتس بطل أو فرق جنوب إفريقيا لكن طبعا عشان بيرستاو بيلعب في الأهلي فهو سالي علامة المصرية يعني اهتمت أكتر بالحديث عن بيرستاو لكن تم تحريف التصريحات واعتبروها أنه هوكو بروس بيتكلم على أن بيرستاو مصاب ومحتاج 6 شهور راحة لكن الراجل كان بيتكلم في أمر تاني خالص وهو أمر بينتقد فيه بيرستاو بالتأكيد أمر غير مقبول لأنه لعب مهم جدا في صفوف الأهلي وإن شاء الله هيكون جاهز لمطش الهلال السوداني طيب الوطن سبورت بيتكلموا على صفقة أو إمكانية عودة محمود كهرباء حساب الرسمي الوطن سبورت على تويتر نشروا أن مصدر بالأهلي قال أن موسيماني يرفض اقتراح لجنة التخطيط بشأن عودة كهرباء أصلا لا لجنة التخطيط اجتمعت ببيتسو موسيماني ولا لجنة التخطيط عرضت على بيتسو موسيماني عدد من اللعيبة اللي ممكن انتهت إعارتهم فممكن يرجعوا ولا الكلام ده أصلا اتنقش ما فيش أي جلسة يا جماعة حصلت ما بين بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط خلال الفترة الحالية ولا لفترة السابقة بالإضافة لده قهرباء راجع راحة خلال الفترة الحالية بسبب الأجندة الدولية وبالتالي ما فيش أي نقاش عن مين يرجع من الإعارة دلوقتي ولا حتى في اجتمعات تمت مع قهرباء الموسم عينتهي بالنسبة لقهرباء في تركيا على أواخر شهر ستة وبالنسبة لمصر على أواخر شهر تمانية مش هنبدأ نتكلم في القصة دي إلا لما الموسم يخلص على شهر خمسة ما يمكن كهرباء يمشي بشكل كويس والجهاز الفني يطلب عودته ممكن يكون لسه محتاج فترة تانية مع الفريق التركي والفريق التركي يطلب مادة الأعارة ويكون مكمل معاه بعد الست شهور لسه بدر عن النقاشات دي ولسه بدر على الأخبار دي في الفترة الحالية وإحنا لسه عندنا مشوار إفريق ومحلي ومحدش أصلا بتكلم نفسها فقط ولا انتقالات وكل أمور دي أصلا معلقة لبعد حوالي 3-4 شهور طيب خبر تاني متعلق بمسماني وأيضا مين اللي راجع من الأعارة الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي بتكلمه عنه بتوصية من مسماني الأهل يضع شروطا لأعارات المسم الجديد الفكرة أن اللجنة التخطيط استقارت على وضع نسبة المشاركة 50% من إجمال عدد المباريات للوقوف على مستوى اللاعبين العائدين من الأعارة يعني أي لعب يطلع أعارة لأي نادي خلال الفترة اللي جاية لازم يشارك ولو بنسبة 50% على الأقل عشان قدرحكم يرجع ولا يكمل فترة الأعارة بس أرجو من الزملاء لما بيتكلموا على مسألة الأعارات بالنسبة للأهل تحديدا ما نفتحش قوي في العدد لأن الناس مش واخدة بالها أن الفيفا أعلن عدد من القواعد الخاصة بالأعارات خلال المسم القادم زمان كان فيه أنداء بتعير بالعشر وبالعشرين لاعب دلوقتي بدأت فيه قواعد محددة بعدد اللعيبة المعارة خلال الحالات اللي جاية هنستعرض كل ده إن شاء الله ما حضركم عشان نعرفكم الجديد بخصوص انتقالات اللعيبة والشروط اللي وضحة لفيفا بشأن الإعارات فكرة المشاركة ولو 50% مع الأندية اللي هيتم أعارة لها عدد من اللعيبة في النادي الأهل ده شيء طيب جدا إذا تم بشكل رسمي لنشمعولها تحكم على لعب مشاركش في 10% وانت مطلعه أعار عشان تشوفه أكتر لأنه لو معاك مش هيشارك بشكل أساسي طيب ده المحتوى اللي كان موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهل وكلنا شفنا يمكن طبعا فيه راحة سلبية وما فيش أخبار كتير لكن الكل بيحاول يجتهد ويتكلم على فكرة بيرستاو عودة بيرستاو الصفقات المعارين لجنة تخطيط اجتماعات مسلماني وكلنا عارفين في النهاية أن الاجتهاد ده يعني بيكون بعيد تماما عن الواقعية وده بيتم إثباته خلال أيام القليلة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والترند المحلي ونتكلم شوية على منتخبنا الوطني أهلا وسلم بحضراتكم والترند المحلي الترند المحلي بالطبع يكون كل الكلام على مباراة مصر والسنغال بدور الفاصل والحاسم والنهاردة مراني المنتخب مفتوح وفيه تم السامح كده بروبع ساعة على كل وسائل إعلام وبالمناسبة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبح النهاردة كان موجود في مراني المنتخب عشان يطمئن على آخر الاستعرادات ويكون فيه دعم معناه مهم جدا لكتيبة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في الدور الفاصل والحاسم للتصفيات الإفراقية المؤهلة لكأس العالم نروح بسرعة للترند المحلي ونشوف السوشيال ميديا والمنصات والمواقع الرضي اتكلمت وقالت ايه على مباراة مصر والسنغال نبى مع بعض من حساب الوطن سبورت ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر نشرت تأكيدات ان محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجي جاهزان لمباراة السنغال وسلبية مسحة منتخب مصر تأكيدات من مسؤولي اتحاد القرى ان نتيجة المسحة الحمد لله سلبية بعد انضمام كل اللاعبين بالأمس الاتنين في معسكر مغلق بإحدى الفنادق القريبة من استاد الدفاع الجوي وده عشان يبقى فيه حالة اطمئنان تم سواء كنحية بدنية او نحية طبية كلنا عارفين الكل بينضم فيه مسحة طبية اول ما تنضم عشان تطمن على جاهزية اللاعب وما يكونش لقدر الله في أي حد عنده مسحة ايجابية او عينة ايجابية ولسه فيه مسحة تانية هتتعامل يوم الاربع بكرة فيه مسحة تانية هتتعامل وده الخاصة بالمباراة اللي هتتلعب يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي الجزية التانية كلنا عارفين ان صلاح وتلزيجي في اخر مباراة لهم مع انديتهم في الدوريات الاوروبية ما كانوش بيشاركوا وتعرضوا الاصابات كده بسيطة بعد انضمام صلاح وتلزيجية دكتور محمد ابو العيل عمل كشف طبي واطمئن اللي الاتنين جاهزين بشكل رسمي بنسبة 100% ان شاء الله يكون الكل على اتم الجاهزية لمباراة السنغال طب حساب سبورت 362 مصرية راح ليه محمد صلاح وتكلم على مدى جاهزيته في مباراة السنغال بيأكد نفس المعلومة ان محمد صلاح اصبح جاهز بشكل رسمي لخوض مباراة السنغال طيب من تدريب منتخبنا الوطني وكلنا النهاردة عارفين ان فيه ربع ساعة مسموحة لكل وسائل الاعلام عشان تطمن على اخبار المنتخب الوطني اروح الى الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناة الاهلي والموجود حاليا في استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو عشان نطمئن منه على اخبار منتخبنا الوطني ومدى الاستعداد لمباراتي السنغال محمد مساء الخير عليك وطمئني كده منتخبنا الوطني جاهز ازاي النهاردة كان فيه زيارة مهمة جدا لدكتر اشرف صبحي ابرز الكلام اللي قاله وزير الرياضة لللاعبين وكمان حالة الفريق كنت لسه بتكلم على صراحة متريزي جي جاهزين ولا لا دخلوا في المراني الجماعي النهاردة كمان ولا لا طب واضح ان فيه مشكلة في الصوت ارجع تاني طيب للترند المحلي على ما يجز مننا محمد توفيق قلنا ان محمد صلاح اصبح جاهز بشكل رسمي لخوض مباراتي السنغال على ما يرجع علينا توفيق انه كنا اطمئن منه بشكل رسمي انه خلاص موجود جوه المران فشايف بقى بعينه اللعيبة جاهزة من اتمرن من لسه واخد راحة من محتاج استشفى فده نعرفه من توفيق طب حساب اليوم السابع النهاردة بتكلم على خبر متعلق بطريقة اللعب عاجل قارلوس كيروش بيدرس تهيئة طريقة لعبة منتخم مصر امام السنغال بعد عودة افشا بصوا جماعة الجزاء دي تحديدا عشان فيها كلام كتير طيب توفيق جاهز نرجع بسرعة تاني لتوفيق قبل ما نخش في فكرة طريقة اللعب نشوف توفيق ايه الجديد اللي عنده النهاردة في مغران منتخم مصر قبل مباراة السنغال مساء الخير يا توفيق مساء الخير يا محمد تحدي دي كل مشاهدي برنامج التريند في كل مكان زي ما انت قلت متوجدين بالفعل في تدريب المتخم النهاردة كان سمعت اسئلتك كلها قبل ما الخط يطع معاك زي ما انت قلت بداية كان فيه دكتور أشرف صبح وزيري الشباب ورياضة النهاردة كان موجود في معسكر المتخم يمكن اتكلم لوسائل اعلام وهيكون موجود معاك بعد دقائق اتكلم قال طبعا دي مرحلة زي ما نقول دعم وقوف خلف المنتخم قال انا اتكلمت مع العيبة النهاردة ان احنا بنساندك وعملنا كل الاجراءات اللي علينا وفرنا لكم كل التأثيرات اللي انتوا عايزينها حتى حضور الجماهيري هيبقى بشكل كبير جدا في الصدق قاهرة كل اللي عليكم انكم تعاملوا اللي عليكم مش منتظرين منكم اكتر من كده وكل شعب مصر وراكو ويمكن يتكلم طبعا طلب دعم كل وسائل اعلام للمنتخم في هذه المرحلة طبعا مباراتين بينهم اربع ايام يعني ما بقاش قدامنا غير زي ما نقولي الدعم وان شاء الله دعوات كل المصريين للمنتخب انها حق نتيجة ان شاء الله تكون كويسة والصعود لكاس العالم باذن الله كمان يمكن دكتور اشرف صبح يتكلم قال انه اتكلم مع اتحاد الكورة مع الجهاز الفان المنتخب قال لهم كل طلباتكم مجابة اي حاجة تحتاجوها في هذه الفترة احنا في ظهركم وابنا دعمكم ونقل كمان شعور اللعبين قال ان انا لما اتكلمت مع اللعبين كانت عندهم كل الاحساس بالمسئولية وانهم كلهم مصممين على هدف واحد هو الوصول لكاس العالم متكلم كمان على منافس مصر المنتخب السنغال قال يمكن احنا قابلناهم في كاسة الامور افريكية في النهائي انا ما اعتبرش ان دي كتخسار المنتخب يمكن المنتخب كان لعب اربع مرات باكسرا تايم بعكس السنغال قال ان احنا كنا اكثر من الدليوم وان شاء الله نعمل مباراة كبيرة على الجانب الاخر زي ما انتا ذكرت يمكن كل اللاعبيين المحترفين مع حمد المشاركين في ميران اليوم ممكن ده اول ميران كل يكونوا موجودين فيه اول ميران بيكتمل فيه المنتخب يمكن اليوم بيبدأ في المعاسكر بتدريبات جيم صباحا وبعد كده في الغداء ومحاضرة فيديو وبعد كده التامرين وفيه محاضرة فيديو اخرى في المساء زي مقالت لك كل اللاعبين موجودين لعب النادي الاهلي موجودين كلهم في التامرينات وبشكل اكثر مرعا جميع الاندية التانية للمشاركة خاصة كمان واحترفين محمد صراح ممكن موجود النهار ده زي ما انت قلت ترزيجي موجود كل الدعم المنتخب مصر وان شاء الله يحقق النتيجة تسعد كل المصريين وكمان كلمة القامعة كابتن ديواء السايد اللي تكلم قال يا جماعة ده مش وقت ان احنا نتكلم على الاختيارات احنا دلوقتي فيه 23 لعب كلها نظم نصق فيهم لازم ندعمهم نظم نقف ورهم ما بقاش فيه وقت لأي حاجة غير ان احنا ندعم المنتخب كابتن والجمعة كمان كان لها حديث معاه اكد ان ان شاء الله منتخب مصر هيسافر السنغالة محمد يوم 27 باذن الله هيتضرب صباحا هنا على سالة الدفاع الجوي ومن بعدها باذن الله هيسافر ليسنغال لأداء مباراة العودة يوم 29 ان شاء الله كل التوفير لمنتخب مصر كمانيك يا محمد طيب توفي اخر سؤال هل حد سأل الجهاز الفني على فكرة طريقة اللاعب 4-2-3-1-4-3-3 هل السؤال ده اطرح ولا محدش اتكلم في جزئيه دي خالص لا طبعا اتكلمنا مع كابتن ضياء السيد في هذه الجزئية لكن كابتن ضياء قال يعني جماعة كل الامور دي نتركها للجهاز الفني يعني تحس من كلام كابتن ضياء محمد ان لسه ما استقروش على طريقة اللاعب وما معهم 23 اللاعب زي ما قلت لك دي كانت اختياراتهم اللي شايفينها من وجهة نظرهم انها الانسب في هذه المرحلة خطة اللاعب لسه يعني اعتقد لغاية دلوقتي الجهاز الفني لم يستقر على خطة اللاعب اعتقد خلال اليومين المقبلين ان شاء الله يكون في استقرار بشكل كبير جدا على خطة اللاعب وان خطة اللاعب زي ما قلت لها محمد يعني كل الخيارات متاحة اهم حاجة يلعبوا بطريقة تكسبنا ناخد اول مباراة على ارضنا والمباراة التانية كابتن ضياء ممكن كمان ركز في كلامه على حاجة مهمة جدا يا جماعة محدش ياخد نتيجة مباراة على حدة النتيجة الصعود او الفريق اللي هتهتها اللي كاس العالم هيبقى بنتيجة المباراة ومش مباراة واحدة لكن كابتن ضياء كان موجود في جهاز برادلي يعني في مباراة غينة ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله ما تتكررش وزي ما شوفنا يمكن الجهاز الفني اخطى يا محمد وكلنا فاكرين في التعامل في مباراة والله خارج الارض وفتح خطوطه وهاجم وكانت العقبة ان احنا خرجنا واخسرنا بنتيجة المباراة التانية فاعتقد ان الجهاز الفني خاصة كابتن ضياء اللي كان موجود في التجربة الاولى مدرك جدا لنتيجة الصعود هتبقى مرتبطة بين مباراة هي مباراة 280 دقيقة هيوصلها لكاس العالم انا اتمنى ان هم اكيد عارفين النقطة دي وياخدوا المباراة كوحدة واحدة والجهاز الفني يشتغل على الخطة الانسب سواء في المباراة الاولى اول مباراة التانية وان شاء الله في النهاية جهودهم وكل دعوات المقصين ان شاء الله نصعد لكاس العالم بإذن الله زمان محمد ده توفيق مفد قناة الالو اللي كان حضر النهار ده مران منتخبنا الوطني استعدادا لمبارتي السنغال الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكاس العالم ايا كان طريقة اللعب حتى لو جهاز الفن استقر عليها مش هيتكلم عليها رغم كل وسائل اعلام مهتمة جدا بالحديث عليها من خلال المواقع الرياضية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض واخر فاقرة معنا في برنامج التريند زي ما انتو شايفين معنا على الشاشة هو يمكن نجوم منتخب ده الوطني افشا حمد فاتحي ياسر ابراهيم محمد ده صلاح محمود ريزيجي محمد عبد المنعم يعني احمد سيد زيزو الوينش ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم منتخبنا عمر مرموش محمد انني يعني ان شاء الله بإذن الله يكون منتخبنا جاهز لمباراة السنغال مباراة صعبة جدا يا جماعة ويمكن دي اصعب مباراة في التصفيات كلها المؤهلة لكاس العالم من المباراة الخمس في المغرب هتلعب القنغو في كازا مباراة الكاميرون الجزائي لكن بصراحة مباراة مصر والسنغال مباراة صعبة جدا لكن ان شاء الله منتخبنا هيكون قادر على التأهل قدامنا الشناوي قدامنا ابو جبل مع عصام الحضري ان شاء الله بإذن الله يكون الشناو وقتها هو الحارس اللي هيقود منتخبنا الوطني في مباراة السنغال بالقاهرة ولقاء العودة يوم 29 مارس في دقار كل التوفيق لمنتخبنا ولا نملك سوى الدعوات والدعم من دلوقتي لان نتكلم فطرية لاب ولا خطة لاب ولا اختيارات فنية كلنا في ظهر منتخبنا حلم الشعب المصري للتأهل لكاس العالم قطر 2022 الى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج التريند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله غدا نلتقي وحلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى لكم